باعتبار المطالبة بالحقوق تهمة وتحت مبرر تكدير الأمن تصدر النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الميليشيا مذكرة استدعاء بحق عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء للتحقيق معهم بدعوة تقدم بها فوز الصغير المعين مسبقا من قبل الميليشيا كرئيس للجامعة الدكتور محمد الظاهري رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس والدكتور عبد الحميد البكري أمين عام النقابة والدكتور بشير طربوش محام النقابة هم جل من أصدرت بحقهم هذه المذكرة على خلفية الإضراب الشامل الذي تنفذه نقابة التدريس منذ أسابيع للمطالبة بمرتبات أساتذة الجامعة هذه الخطوة التي أقدمت عليها الميليشيا جاءت بعد فشل كل محاولاتها السابقة لإخضاع أعضاء النقابة وهيئة التدريس بالجامعة وإخماد أي احتجاجات يقومون بها فالعديد من التهديدات واتهامات بالتخوين تعرض لها الأكاديميون سابقا وصلت قبل أشهر حد الاعتداء عليهم بالضرب تتوالى الأحداث ويغيب الرادع فتتصعد معها حدة الانتهاكة بحق كل من يوجابه الميليشيا فإلى أين ستصل ببطشها؟ هو السؤال الذي يؤرق الكثير من اليمنيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر